إذن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفد وفداً أمنياً رفيع المستوى إلى إسرائيل وأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبر التوصل لتهديئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الوفد بدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني ودفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكداً على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفية المتخصص في الشؤون العربية أستاذ محمد صباح الخير أهلاً وسهلاً بك في هذه الحلقة من هذا الصباح لا أدري إذا كنت شاهدت هذا التقرير الذي استعرضناه مع أستاذ المشاهدين منذ قليل لكنه في كل الأحوال يستعرض رأي الشرع الفلسطيني في الدور المصري في جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية الإنسانية والصحية والطبية والاجتماعية والأمنية أيضاً لضمان عدم تكرار مثل هذا العدوان وربما لتقريب وجات النظر لتوحيد الصف الفلسطيني من أجل إعادة الترتيب أو إعادة تهيئة الفلسطينيين للتفاوض مع الإسرائيليين حول إقامة الدولة الفلسطينية كيف تعلق على الدور المصري وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القضية؟ أشك فيه للشارع الفلسطيني بالجهود المصرية التي قامت بها خلال الأيام الماضية سواء كان في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو بالنسبة للمبادرة المصرية بإعادة الإعمار خاصة أن الدور المصري هو الدور الوحيد الذي تبنى هذه القضية منذ عشرات السنين وخاصة أيضاً أن هناك اتفاق ليس فقط على مستوى الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ولكن أيضاً على مستوى الدول الكبرى والأمم المتحدة وجماعة الدول العربية على الجهود التي تقوم بها مصر وتسبيل هذه الجهود ولعل الاتقالات المباشرة مع الدور الأمريكية مع الجانب المصري أكدت على احترام وتقدير الدور المصري في تسبيل الهدنة هذه من ناحية من ناحية أخرى عندما نشاهد الصور الرئيس عبد الفتح السيسي في قطاع غزة هذا أكبر دليل على الأرفان بالجميل والامتنام للجهود المصرية لأول مرة ترفع هذه الصور في الشوارع الغزوية وهو اعترام بالدور المصري الكبير الذي تقوم به سواء كان بالنسبة للتوصل إلى حل لعمليات التصعيد الأخيرة وتسبيت هذه الهدنة أو بالنسبة لأعادة الأعمار أو بالنسبة للملفات الشائكة المعنية ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي بالأمس على سبيل المثال يا أستاذ محمد كان هناك زخم في المسؤولين المصريين وأنشطة المسؤولين المصريين سواء هناك في إسرائيل أو حتى الأراضي الفلسطينية أو هنا في القاهرة وزير الخارجية الإسرائيلي كان في القاهرة وكان في رقام وزير الخارجية المصري أيضا الوزير عباس كامل كان هناك في تلبيب والتقى بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد أيضا من المسؤولين الإسرائيليين لبحث ترتيبات إقامة هدنة دائمة وغير قصيرة وطويلة المدى وربما أيضا يتم بحث سبل إنهاء هذه المعضلة هذه المشكلة المركزية العربية هي مشكلة فلسطين طبعا هناك رغبة حقيقية من قبل الإدارة الإسرائيلية والجانب الفلسطيني وأيضا الإدارة المصرية في التوصل إلى حلول دائمة ليس حدول يعني وقتية وعادة التصعيد مرة أخرى هذه المرة نجد أن هناك زيارات مكوكية للوفود المصرية وأيضا من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الوفد الرفيع المستوى الذي بعثه الرئيس عبد الستحيل إلى رمالة سيد الوزير عباس كامل واللقاء بالسيد محمود عباس والتباحث والتشاور في كيفية إدارة المرحلة المقبلة هناك أيضا التوصل مع الفصائل الفلسطينية في ضرورة احترام وقف إطلاق النار وأيضا الوصول إلى حلول مثل المفقودين مثل الأسرة مثل السجون وما يعني تعاني الجانب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية إذن هناك رغبة حقيقية في التوصل إلى حل جزرية لهذه القضية ولعل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر كان الهدف منها هو تزبيت هذه القضية وأيضا الوصول إلى حلول جزرية لهذه القضية لدفع عملية السنان في المرحلة المقبلة إلي مدى هذا التدخل المصري أو ربما معالجة القضية من المنظور المصري لا يتم معالجته بطريقة وقتية أو بشكل قصير لكنها تستهدف تحقيق مدى أطول معالجة الموضوع الرئيسي والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وليس فقط تثبيت وقف إطلاق النار أو حتى التهديئة في قطاع غزة يعني أعتقد أن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة هذه المرة مصر تدخل على خط القضية بشكل مباشر عندما تقوم مصر بإعادة الإعمار في غزة أعتقد أنه لابد من وجود ثوابت للقيام بهذا الضور وضمانات أيضا من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي هناك أيضا تعبئة الرأي العام العربي والدولي في الوصول إلى وضغط على الحكومة الإسرائيلية في تقبل عملية السلام وأيضا عدم التصعيد من إجداء كانت الأراضي المحتلة أو بالنسبة لقطاع غزة للوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأراضي الأستاذ محمد حماد الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لحضرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر